سبب أنه اليوم الوضع مستقر بشكل كامل من قبل العيد إلى قبل ثلاثة أسابيع يعني كان الوضع باستقرار وكان الغاز مستقر والآن اختلفت الأمور أيش المتغيرات التي تحصل دائما في الغاز علشان تخلي الغاز دائما بهادة يوم يختفي ويوم يظهر بشكل طبعا ليأثر على الغاز بشكل كبير اللي هو أحيانا الصيانة التي تحصل دائما في منشآت صافر هذا العام الأساسي يعني أحيانا لن أقول لك الآن صيانة في صافر الآن نحن في صيانة في صافر ما يقارب الشهر نزلت الإنتاج من 85 مقطورة إلى 65 مقطورة في اليوم الواحد؟ في اليوم الواحد يعني تقريبا نزلت ثلاثة عشرين مقطورة يعني ما صارت في حكم الغيب آيه تمام هذا أثر طبعا سلبا على الكل مش على حضرموت الساحل ولا الداخل ولا أقليم حضرموت أثر على الكل يعني شكل عام على الجمهورية على محطات توزيع الجمهورية أيضا طبعا هذا اللي يلعب في استقرار غاز ووجوده من عدمه طبعا إنت إيش بتعمل أكثر إذا ما فيش غاز إلا أنك تضطر أنك تكثف التركية وتركز على عملية المراقبة والمتابعة ومتابعة سوى كانت الوكلة أو مستودعات أو في الأحياء أو غيره يعني أو تواصل مع رؤسة الأحياء وتواصل مع مدر المديريات مثل والطيارة والصناعة عشان الحفاظ على هذه الكمية نعم لأن الكمية تكون أقل هذا اللي يحصل في الفترة اللي فاتت بردو الأسبوع اللي فاتت انقطع الخط تقريبا ثلاثة أيام أثر بردو على الكميات يعني تأخر وصول القاطرات إلى مشاكل تأخر وصول القاطرات لأسنا ثلاثة أيام بدون عمل تمام طبعا على طول يتأثر أنت معك إنتاج في اليوم مثلا ستة ألف ستوان لما توقف ثلاثة أيام هذا عدد كبير فاقد عليك في السوق يعمل لك تأثر على طول والمواطن على طول تشوف عنده إحساس عبر الوكلة اليوم ما فيش غاز ما فيش هاي يعملوا قلق القلق هذا هو اللي يزيد من حدة الأزمة